تطني عمرك لهثاً تجري في الدنيا تدور والله تكفل لغراسك رزقاً مقدور يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل هذه الآية قالها الله عز وجل في سورة براءة أو التوبة أو الفضحة أو الكاشفة أو المقشقشة أو غيرها من الأسماء التي عدها أكثر من واحد من المفسرين وصلت إلى أكثر من ثلاثة عشر أسما لعظم هذه الصورة التي تناولت الحديث عن غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى براء الله عز وجل الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا هذا النداء وهذا الخطاب لكل من يدعي بالإيمان يا أيها الذين آمنوا يلي عمل نفسك مؤمن يلي عمل نفسك بتاع ربنا يلي عمل نفسك مؤمن بالله وباليوم الآخر وبالنبي وبالكتب يا من ادعيت أنك من أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا ما لكم أي حال لكم ما لكم فيها ثلاث معاني المعنى الأول استفهام توبيخي واستنكاري معناه ما هذا الحال الذي صرتم إليه كيف تغير حالكم زي كده بتقول واحد أنت إلا مغيرك أنت تغيرت كده ليه أنت ما كنتش كده كنت خفيف في النفير لنصرة دي لله ما الذي يغيركم ما الذي يدهاكم ما لكم فيها ثلاث معاني المعنى الأول استفهام استنكاري وتوبيخي أي ما الذي حدث لكم ما الذي غيركم ما الذي دهاكم زي ما تقول واحد كده أنت إلا غيرك أنت ما كنتش كده كنت خفيف إلا جرالك إلا غير حالك إلا غير قلبك والله عز وجل في هذا العتاب وفي هذا النداء يعاتب المؤمن قبل أن يعاتب المنافق لماذا؟ لأن المنافق كان فيهم الأيام عنده قدر من الإيمان ولما سب نفسه استدرج ووصل إلى النفاق فده يعني استنجاد للمؤمن قبل أن يصير ويكون مثل المنافق الثاني ما لكم أي ما الذي لكم عند الله إلا متنصره دين الله ما الذي يثبت لكم عند الله إلا هتخدوه من ربنا طول ما أنتو تنصرش دين ربنا زي ما واحد كرة اللي قال مثل أعلى يعني صاحب مصنع أو صاحب مصلحة ما بيقول للموظف عنده مهمل في شغله وبيجي متأخر ما لكش حاجة عندي ما لكش أجازات ما لكش حوافز مرتبك مش هتاخده ما لكش حاجة عندي ما لكم إلا لكم عند ربنا طالما أنكم لا تنصروا دين الله ليس لكم كرامة عند الله ليس لكم معزة عند الله ليس لكم معاملة خاصة عند الله مش هيأيدكم مش هينصركم مش هيرفعكم مش هيحفظكم لو رفعت أدنكم مش هيجبكم ما لكم زيكم زي غيركم لن يتحمل عنكم أعباء دينكم كما قال الله عز وجل في آخر سورة الفرقان كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم ربنا بيتحمل عنك أعباء دنياك على قدر تحملك لنصرة الدين ولأعباء الدين ما لكم ما لكش حاجة عند ربنا التالتة ما لكم ما الذي أخذتموه بالقعود يعني الجهاد في سبيل الله أخذتوا إيه طول ما أنتم سايبين الجهاد في سبيل الله طول ما أنتم سايبين طريق الجهاد في سبيل الله ومكملين في مثل هذا الطريق ما الذي أخذتموه إلا المهانة إلا الخزي إلا العار إلا أن استبيحت دماؤكم إلا أن انتوكت مقدساتكم إلا أنصرتم في ذيل الأمم إلا أن تداعت عليكم الأمم كما تتداع الأكلة على قصاتها كما قال صلى الله عليه وسلم ما لكم ما الذي أخذتموهم مثل هذا القعود عن نصرة دين الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل مش إذا قال إذا قيل يعني مش مهم من اللي بيدعو المهم إلى ماذا يدعو مش مهم من اللي بيدعو إلى الجهاد ولا إلى النفير المهم أن تنصر الدين وأن تجاهد في سبيل الله عز وجل وأن تستجيب للنفير ولنصرة الدين طالما أنه تحت راية واضحة وليس ثم راية أوضح من ذلك قتال بين اليهود وبين المسلمين ليس ثم راية أوضح من ذلك مش مهم من اللي بيدعو إذا قيل بني لما يسمى فاعله لأن الأهم الدعوة التي دعي إليها ما لكم إذا قيل لكم انفروا انفروا النفير في اللغة هو الحركة السريعة أنت مطالب أن تتحرك بسرعة تستجيب لأوامر الله عز وجل ولا تكون متبطئا ولا متكاسلا ولا متثاقلا عن الاستجابة لتنفيذ أوامر الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم رغم أن انت ممكن من اللي بيدعو للنفير لنصرتنا ديه ولمؤذرتنا ديه والتشجيعنا ديه ويسافر المغرب ولا يسافر غيره وبيستجيب بسرعة ومن اللي بيدعو للنفير عشان يحضر حفلة مغنم معين ولا مهرجان معين وبيستجيب بسرعة ومنها بيدعو للنفير أنه يسافر سفرية معينة ويركب البحر وعشان مصلحة معينة وبيستجيب بسرعة لكن النفير في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض إثاقلتم بأصل الفعل تثاقلتم وأضغمت التاء في الثاء وجيئة بهمزة الوصل فصارت إثاقلتم إلى الأرض الكلمة معبرة وكأنه واحد بيمد إيديه عشان يرفع تقل خمسمائة ولا ألف كيلو ومش قادر يرفع ظهره مش قادر يرفع إيديه من الأرض لإنه في تقل كبير في حاجة متقلاه الشهوات متقلا القلب اتجاه الأرض حب الدنيا والتعلق بالدنيا ومتاع الدنيا مخل القلب متعلق بالأرض ودي الكلمة اللي قالها أريد رعي رئيس حزب شاسي اليهودي بعد أحداث سبعة أكتوبر اللي فاتت ونصر المقاومة قال لقد أسأنا التقدير في المقاومة وفي حماس وفي أهل غزة ظننا أنهم رضوا بالحياة الدنيا أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة أريد رعي بيقول إحنا فكرنا أن حماس وأهل غزة زيهم زي بقى المسلمين خلاص ركنوا للدنيا ركنوا للمهرجانات والهيئة الترفيه والأفلام والمسلسلات والدوريات ظننا أنهم ركنوا للدنيا ولكن تفاجأنا أنهم مش كده أسأنا الضم أراضيتم بالحياة الدنيا نفس الكلمة اللي قالها إلوم ماسك لما راح ظهر غلاف غزة في الهدنة اللي فاتت لما دعا نتنياهو عشان يغير توجهاته وقراءه وهو قاعد بتكلم مع نتنياهو نتنياهو قال له عشان لتصفيت هذه القضية لازم ثلاث محاور نشتغل عليهم المحور الأول أن نهد المقاومة ونقتل كل المجاهدين لأن دول ما ينفعش يتحربوا بالفكر دول يتحربوا عسكريا الحاجة التانية أن نغير المناهج نلغي بقى الآيات ونلغي الأحاديث زي ما حصل في كل الدول العربية غيرها نغير المناهج عشان نضمن أن ما يطلعش جيل تاني بنفس الفكر الحاجة التالتة بقى اللي هي إيه اللي هي نحن ننشر الازدهار بقى وننشر الترفيه يبقى في حياة مادية وفرف أهل غزة ووصة أهل فلسطين لعدهم حاجة يبكوا عليها عشان يبقى عندهم حاجة متمسكين بيها عشان يبقى عندهم حاجة يخايفين عليها عشان حاجة تتقالهم للأرض وتخليهم يرضوا بالحياة الدنيا أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل استاقلتم إلى الأرض وبرضو فيها قراءة تانية أثاقلتم إلى الأرض استفهام استنكاري وتوبيخي إزاي رضيتوا بالحالة دي إزاي رضينا نفسكم بهذه الحالة أثاقلتم إلى الأرض سبحان الله في سورة النساء آية شبيهة بهذه الآية قول الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وما لكم ما هذه الحالة المزرية العجيبة التي وصلتم إليها كيف لا تقاتلون في سبيل الله كيف لا تدفعون الظلم عن المظلومين كيف لا تنصرون المستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله في هذا الوقت أصبح النفير العام واجب على كل فرض من هذه الأمة كل على حسب طاقته وعلى حسب مكانه أصبحت نصرة دين الله والاستجابة لنصرة المظلومين واجب على كل فرض واجب عيني على كل فرض كل على حسب مكانه وعلى حسب استضاعته وطاقته فواجب على الرؤساء رؤساء الدول العربية والإسلامية الاتحاد وتحريك الجيوش نصرة لدين الله عز وجل وقد استبيحت استبيحت الدماء وقد انتهكت المقدسات وقد دمرت البيوت وقد فعل ما فعل واجب عليهم نصرة دين الله عز وجل ونصرة المظلومين وواجب على كل فرض من استطاع أن يبذل من ماله فليبذل نصرة لإخوانه أن يتبرع من معه مال يبذل من استطاع أن يبذل بالكلمة ويتكلم وأنشر الوعي ويربي الأجيال على هذا الصراع وعلى حقيقة هذا الصراع فليفعل وليتكلم ولينصر بالكلمة ولا ننسى الجهاد بالدعاء فإن الله يغير بالدعاء سبحانه وتعالى لا تنسى إخوانك من الدعاء ورفعت يديك عند الله عز وجل غالية أن تدعو لهم في سجودك في خلواتك وفي صلواتك وفي كل حال فبعد كل هذه المشاهد بعد كل ما نرى بعد كل ما نسمع متى ستكون كلمتنا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله متى سنتحرر من هذا الخوف من هذا المجتمع الدولي المنافق من هذا اللوبي الصهيوني المسيطر الذين لم يخجلوا ولم يستحيوا من أن يعلنوا أنهم وقفين في صف اليهود وأنهم يقاتلون معهم ويرسلون إليهم الأسلحة ويرسلون إليهم الجنود ونحن نحن لازلنا نخاف من هذا التكتل وما لنا أن لا نقاتل في سبيل متى سيكون هذا شعرون أن النبي الصلم يقول في حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا في دينكم العلماء بيقولوا أن أطلب المكاسب في الزرع وفي تربية البقر ولكن إذا تعارض هذان المكسبان لهم أطلب المكاسب الزرع وزراعة الأرض وحرص الأرض وتربية الأغنام والبقر إلى آخرة إذا تعارضت مع الجهاد في سبيل الله وصدت عن الجهاد في سبيل الله أصبحت منبوذة وأصبحت ذميمة لأنها تبعد عن الجهاد في سبيل الله وإسمع المكاسب يقول إيه سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا في دينكم هذا الذل لن ينزع مهما عمرتم المساجد مهما تلوتم كتاب الله مهما فتحتم دور القرآن مهما فتحتم قناة إسلامية طالما أنكم لم تعودوا إلى دينكم الذي هو هنا الجهاد في سبيل الله ستظلون في هذا الذل ستظلون في هذا العر حتى تعودوا في دينكم فعبر بالدين هنا عن الجهاد في سبيل الله وأختم بهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صفا قال من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ فمن لم يستطع فغيره بلسانه فقد برئ فمن لم يستطع فغيره بقلبه فقد برئ وليس بعد ذلك مثقال ذرة من إيمان وليس هناك منكر أفضع مما نرى ليس هناك منكر من استباحة الدماء من تجنيس المقدسات من انتهاك الحرمات من قتل الأطفال والنساء لا منكر أعظم من ذلك فمتى سنتغير متى سننكر المنكر الذي لا يغير المنكر الذي يرى المنكر ويسكت عليه ولا يحاول أن يغير المنكر بتغيير يلائم هذا المنكر يصبه العذاب العام كما في حديث أبي بكر إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده وكما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الذي يرى المنكر ولا يحاول تغييره ولا يحاول تغييره ولا يسعى في تغييره يصبه العذاب فالذي يغير المنكر الذي يحاول في دفع هذا الفساد يؤمن نفسه من الظلم والفساد أما الذي يسكت سيزحف عليه الفساد وستكون مقولته أكلت يوم أكل الثور الأبيض تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور والله تكفل لغراسك رزقا مقدور